من أكثر الكلمات اللي بتضيع عند تعلم اللغة الألمانية هي الكلمات المتشابهة مع كلمات في اللغة الإنجليزية وهذا طبعا بسبب انه الواحد فورا بيفكر بالمعنى الإنجليزي للكلمة قبل ما يفكر بالمعنى الألماني حتى لو ورد معه من قبل واليوم رح نركز على كلمات المتشابهة يوم اخترت كمن واحدة أنا شخصيا بعد رابع أو خامس سنة بأنوانية لسه لما واحد بيقول لهذه الكلمة أنا بفكر بالمعنى الإنجليزي بالأول مع أنه ورد معي صار مرات لا تحصى ومنبلش بأول واحدة أول واحدة كثير سهلة وهي كلمة بانك دائما لما كنت بدي أشوف شخص بحديقة ونفرض يقول لي إش ستة أوف دا بانك أنا بمخي أشوف هاي الصورة واحد قاعد على البانك من فوق بعدين أتذكر أنه لا بالألماني إش ستة أوف دا بانك يعني هيك مثل هون مقعد حديقة أو مقعد بشكل عام أي كرسي بيوسع أكتر من شخصين هو بانك بالعادة فهي واحدة من الكلمات اللي لسه لليوم ما أنا بتعود عليها بعد هيك عنا كلمة شيف أول ما جيت على ألمانيو كان كثير أسمعها مثلا بالشغل دا شيف كونت دائما أفكر بشخص طباخ ولكن مثل ما بنعرف شيف هو يعني رب العمل رئيس الشركة أو بشكل عام المالك اللي بتدير الشغل هاي كلمة أغلب العالم تتعلم مع السريع أول ما بتجي على ألمانيو ألا بنجي على بعض الصفات والأفعال اللي ممكن يكونوا شوي مختلفين وبقولهم معاني شوي خاصة أولا أنه I'm irritated بالألماني بتقدر تقول إيش بن إغتيت إغتيرا هو الفعل ولكن إغتيت بالألماني ما بيعني أبدا نفس المعنى بالإنجليزي بالإنجليزي معناته irritated هو أنه شخص منزعج إش بن جنافت هي الترجمة وليست إريتيت إغتيت بالألماني بيعطيني معنى محتار confused I'm confused إش بن إغتيت يعني أنا ماني عارفان شو بدي أختار ماني عارفان أقرر عنا كمان كلمة act to air act to air موجودة كمان باللغة الإنجليزية وهي actually فهون عنا بمثالنا بيقل لي ونفرض شخص بياع this is act to air or verkauft this is actually sold out ما بتزبط بالمعنى لأن actually بالإنجليزي معناته في الحقيقة بالألماني actual ما بتعني في الحقيقة وإنما بتعني at the moment حاليا فهون بتصير الجملة طبعا معناها صحيح this is act to air أو اسفا كوفت يعني هذا الشيء اللي انت طلبته حاليا غير موجود عنا كمان كلمة sensible وهي تشبه كلمة sensible بالإنجليزي هون إذا قلنا ما بتعني نفس الترجمة الإنجليزية my skin is sensible وأصلا ما بتقدر تقول هاي الجملة بالإنجليزي لأنه أبدا ما في منطق وهي الكلمة معناته منطق أو شيء انه يكون منطقي فالجلد طبعا ما في أي محل ممكن توصفه انه يكون منطقي ولكن معناته هي my skin is sensitive mine heart is sensible my skin is sensitive جلدي حساس وليس sensible sensible sensitive في فرق عنا كمان هون dead scent dead scent قريب كتير على decent بالإنجليزي وحتى المعنى قريب شوي ولكن بالألماني لما بتقول مثل مثالنا هون this is a decentest perfume لا يعني this is a decent perfume لأنه الترجمة موت هماما هيك ولكن ممكن تظبط انك تقول decent perfume decent بالإنجليزي معناته جيد أو لا بأس فيه يعني ما سيئ يعني لا بأس وسط بالألماني معناته أكتر أنه يكون شي غير مزعج شي متحفز شي غير ظاهر مكتوم هذه هي الترجمات اللي لاقيتها بشكل عام لما دورت على الترجمة المباشرة للعربي بقربها أنا أكتر بمثالنا هون ليش اخترت هذا المثال لأنه العطر هو دائما معمول أنه تكون ريحته حلوة هذا الشي بنعرفه ولكن العطر ممكن كمان تكون ريحته كتير تقيلة ومزعجة يعني لأغلب العالم فهذا مانو داتسنت داتسنت هو العطر اللي بيكون ريحته حلوة وهيك خفية يعني لما شخص بيقرب عليه ممكن مثلا أضم شخص أو أنه أبوسه أو أسلم عليه بشم ريحته بس مو إذا عدت من جنبه ومشيت من جنبه رح يشم ريحته بتمنى هيك يكون وضح الفرق بين ديسنت ومودست وديسكريت هيك معناته ل داتسنت بالألماني شي غير ظاهر هلأ ليش قلت أنه ديسنت ممكن تستعمله مع برفيوم نرجع لألي ديسنت لأنه ديسنت بالإنجليزي معناته أنه شي يكون لائق لبق بيستعملوه أكتر يعني ونفرض إذا حكينا عن ستر العورة ونفرض بالتياب فهذا ممكن تقول عليه ديسنت كلوذينج يعني تياب مستر هذا المعنى ما موجود ب ديسنت بالألماني بالألماني في عندك أنشتينديك أنشتينديش بتستعمله لتياب مستر وأنه تياب لائقة يعني فهيكم نكون وصلنا لنهاية الفيديو هاي كانت آخر كلمة متشابهة باللغة الإنجليزية حبيت أقدم لكم ياه اليوم إذا عجبكم هذا الفيديو واستفدتم منه أكيد رح يعجبكم كمان الفيديو المقترح على الشاشة أعطونا رأيكم بالتعليقات ودعم القناة مشكورين علي سلفا وتكونوا بألف خير ترجمة نانسي قنقر